أهلا وسهلا بالمخرج والمنتج ميلاد هاشم مرسي أهلا وسهلا بك شو صار معكم بولاد النواب؟ شو صار معنا؟ ليه؟ ليش هيك صار بالحفل؟ لأسباب خارج يعني إرادتنا يعني صارت الاشياء و منا ماركتينج؟ وما عندنا لحقنا نعرض المنوذي منا ماركتينج؟ منا؟ منا ماركتينج؟ لا منا ماركتينج على كيدي يعني نحنا عزمنا ناس وكاننا بيودنا أن نعرض لهم هالفيلم وما بنعملها أكيد قصة ماركتينج لأنه الناس عندها كراموطة ونحن نحن كتير حريصين على هالكرامي وبالنتيجة اللي تعذب وإجا كان مبروض يشوف الفيلم بس للأسف ما قدرنا عرضها شو قصة أولاد النواب؟ أولاد النواب فكرة أنا كنت حابب أعمل قصة حب قصة الحب دايما فيها مشاكل شوي قليل ما تمروا هيك بدون مشكل حملتها الفكرة للكاتبي داليا حداد وانت لها بدي شي بدي روميو جوليات إذا بدك بس مش هابا للأرباطاش وخمستاش يعني خمسة وعشرين وطلوع ناس عاشوا حياتهم قادرين عارفين شو بدون بنا إياها بأجواء نستبدل فيها إذا بدك مثل ما بيسميهم كمية سلامة عائلة بيت بمونتكيو بشي لبناني بقى نقينا مرشحين للانتخابات بدايرة واحدة عم يتنافسوا مع بعضهم بالبداية كانوا على علاقة جيدة وعم أصحاب بس طبعا بس يبرون ظهروا الواحد كل الدربات مسموها حتى الدربات تحت الخسرين فالبداية هي مشكلة بين الشاب والبنت لأنه صار فيه سوق تفاهم كبير بينتهم هي فكرته بده ينام معها مش أكتر يعني وهي بده قصة حب بده حب يعني إلى أن يتفاهموا على العلاقة وهون بيصطدموا بالبيات يقول لتناينهم مش إبلاينين أنه يكونوا أولادهم بحالة غرام مع بعضهم وهن متنفسين على الصحة هذا بيسيك للقصة بتزيد عليها إذا بدك ابن العم يلي بده يتجوزها لأنه الصهر عموما ممكن يحل محل بي للبنت يعني مستقبلا بالنيابة وبيقولها أنه لما صير الصهر المدلل بنبقى نفكر يعني فيه لطشات سياسية فيه مش لطشات سياسية فيه نوع من تحليل سياسي يعني للأوضاع اللي عم نعيشها فيه ما بيظلم الاسم أولاد النواب الحقيقيين ما بيظلم لا ما بيظلم لأنه نحن متعطفين معهم إذا بدك نحن حابين تناولنا هالشخصين إذا بدك الشاب والبنت بطريقة حابينهم مش أنه عم ننتقذهم نحن بالعكس عم نحاول نقرب نقرب بقلوب لبعضها إذا بدك مش أنه نحن 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 مثل الخلاف يعني اللي بيقرأ الاسم اللي بيشوف الاسم أولاد النواب تغير بقول أنه يعني بيفكر أنه لها يكون قطعات مع الأمور السلبية لأولاد النواب بشكل عام يعلم أنه يعني اليوم أولاد النواب بشكل عام تختلف كليا عن الأشجال السابقة إلى حد ما يعني نحن بابلنا أنا ما في أعمل كاناليزاسيون وإذا بدك لشو العالم بتفكر يعني مش شغلتي أنا نحن حطينا العنوان لأنه بينطلق من القصة بس الواضح أنه كان في عندكم بعض المشاكل أولا لأنه هل تعرض الفيلم لبعض المضايقات هل تعرض الفيلم لبعض الضغوطات لا ما صار ما صار نحن أخذنا الأوكي من الأمن العام بي جي سير ثورتين وما في أي مشكلة بالنسبة له يعني موضوعنا متناول بشكل كتير سلس بشكل ما يأذي حدا ولا ولا بنا نأذي حدا حتى حتى بالنهاية إذا بدك الموضوع أنه لما بتوصل عنده قصة الجريم اللي صارت يعني للنايب الكبير هو اللي بيبعث صهره على الصهره سبوزيلا يعني اللي كان اللي بيحب بنته هو اللي بيبعثه على الحبس يعني مش إنه نحنا عم نتأمل يوما ما يصير عندنا نواب هيك يعني النايب يلي يلي هو تحت القانون كمان يلي هو ببده العدالة يلي يلي بيحب إنه هالبلد يصير منيح برجع بقول تمنيات أكتر ما هي واقعة بس نحنا ما حبينا نفوت بالليا سيعمل إنه ظروف انطلاق الفيلم أو عرض الفيلم تتزامن مع الأجواء الانتخابية صح مقصودة شوي يعني لأنه بس الفكرة كانت إنه كيف تستبدلي هالعائلتين يلي مختلفين ببعضهم في قصة تشيكسفير بستبدليون استبدلناهن نحنا بالنواب وسائب حظنا إنه سائبوا قبل الانتخابات بتأمل إنه يقدمنا هالموضوع هذا يقدمنا العنوان إذا بدك بحضوري هدين نسبة الإقبال على الشين جيدة لا بأس نحنا مبلشين من نهار الخميس يعني من يومين فقط تسعة وعشرين الشهر والإقبال لحد هلأ جيد مشي الحال يعني مقال العين علم أنه كان في عيدين عيدين فيون حزن يعني الجمعة العظيمة وخميس الغسل دايماً هو الخفاك يعني إذا بدك الفيلم بلش من الليلة نوعاً ما اخترت وجوه شابة أيضاً جديدة ما فيك التعمل يا قصة الحب يعني نحن طلعنا شوي بجمالية الشغلية يعني كان بنا شي حلو بالأساس بقى حلو بدكورات وحلو بالسيارات اللي استعملناها نحن استعملين سيارات بحدود المليون دولار يعني طبعاً مدهفانا حقهم بس أنه جبنا هايزة السيارات واستعملنا شباب وينيت حلوين لأنه كمان بدك ترغب العالم باللي عبطة أرضي يعني الممثل البدات مهم جداً أنه يكون شاب حلو بتلاحظ بسيارة العالمية الاتكال على جماليات المسلين يعني خصوصاً إذا القصة تتناول هالشريحة الشابة من المجتمع يعني ما فيك تجي تحط اتنان بشعينهم بحبوا بعضهم يمكن الجمهور ما يتعب لهم لأنه بدوا يعمل مع الأبطال يعني ضروري ضروري يحلم كمان يعني ضروري البنت يحلم بها الشاب والشاب يحلم بها البنت اللي عم تعرضي لهم يهون على بالسينما حضرتك مخرج ومنتج بالفين مشاركة بالإنتاج ولكن حضرتك مخرج وهناك في مخرج شاب أيضاً أخرج الفين كيف كانت رؤيتك الإخراجية هل تدخلت إلى حد ما أم اكتفيت إلى أنك كنت لعب دور المنتج لكن رح أقلك شغلة أنا كشغل الإنتاج كان كتير كثيف يعني كان وأنا تخلت على الإخراج لأنه مش قادر ليحق اتنان يعني اشتغلنا بفترة زمنية دايئة نوعاً ما أنا وشريكي الأستاذ ميشيل غانم اشتغلنا بفترة شهرين يعني بين تحضير وبين كتابة نص حتى وبين تصوير وتوليف الفيلم ليكون جاهز بتاريخ معين لأنه ما كان بدنا نخسر مثلاً فترة الأعياد وفترة فرصة فرصة المدارس والجامعات بالوقت الحاضر هالشيء منعني أنه أكون أنا مخرج الفيلم طبيعة الحال أنا عندي نظرة الإخراجية والشاب اللي جبناه كمان لا يعلى يخرجها الفيلم عنده نظرته الخاصة إذا بتحط اتنان مخرجين على النص زيته حيطلع معك فيلمين مختلفين يعني ولو كان الحوارات هي زيتها ولو كان الديركتبز طبع السيناريو هو زيته لأنه لكل واحد زوقه لكل واحد نظرته للحياة لكل واحد وانت تعرف الجملة زيتها بتنقل بعشر طرق يعني المخرج نوعاً ما هون بيفهموا أنه المخرج يترجم الموجود عند الكاتب صحيح بترجم بس مش آزة الترانسليتر يعني مش أنه مترجم بترجمه إذا بدك بتأويل بنظرته الخاصة للإشياء اللي عم بتكون هذا الكلف الانتاجية It's not a translation it's an interpretation يعني عرفته الكلف الانتاجية عالية نسبياً اليوم الفيلم السينما بلبنان اللي تعمليه تحت الميتين أرب دولار بتصور في صعوبة علماً أنه الفيديو خفق شوية من التكاليف لأنه بالماضي كانت الكلفة تجي 60 بالمية تكنيكل إذا بدك بين سعر الرو ماتيريال وتحميد وتظهير وهذا اليوم بالفيديو شغلة أخف يعني كبرت الميزانية يعني كبرت الشريحة الأخرى بالميزانية اللي هي مثلين وبخرج وكاتب ومصاريف إنتاج على حساب التكنيك نحن استعملنا أجهزة حديثة جداً يعني الكاميرا اللي استعملناها هي الريد هليوم اللي بعدها هلأ طلع بأمريكا يعني فكيناها من النيلون نحن كمان أحسن التقنيات يعني اليوم موجودة في السوق اللبناني ما بقى فينا نقول والله هاي الصورة مش منيحة لأنه كاميرتنا مش منيحة لا كاميرتنا منيحة هي طبعاً شكراً لحضورك نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله بيكون شبك التذكر على قدر التوقعات وأكتر شكراً لأليك شكراً مشاهدينا منتابع مع يوم ببيروت شكراً لكم لا تكتنون